نهاردة كمان كان في خبر مميز بالنسبة لنا الحقيقة كمصريين أن الكرة الرسمية لمونديال قطر صناعة مصرية أكد المهندس سيف الوزيري رئيس شركتين بريزنتيشن سبورت وستادات تصنيع الكرات الخاصة بمنافسات كاس العالم فيفا قطر 2022 في مصر ونشر سيف الوزيري صورا عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك خلال تواجده في المصنع الخاص بصناعة الكرات وقال تشرفت أن أكون جزءا صغيرا من هذا الإنجاز العظيم وهو تصنيع كرات أديدس في مصر دعما للصناعة والذي سيكون محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله بداية من كاس العالم قطر 2022 طبعا هنا كان المهندس سيف يقصد أن الكرة دي البداية بتاعتها هتبقى أو بداية تصنيعها في مصر إن شاء الله هتبقى من خلال كاس العالم في قطر 2022 وبعد كده إن شاء الله الكرة دي تعمم في المباريات خلال الفترة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر